بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتناول في هذا المقطع الادهيسف غريبهرز فيقول لي to handle light material and fabrics adhesive substances can be applied to the handling fingers يبقى إذن أنا لما استعمل عشان نخبرنا من الأول من التعريف أن الادهيسف ما تستعمل شي غير مع light materials and fabrics sticking to part is accomplished by equipping the gribber with sticky surface العملية الميننج بتاعها أو إزاي بتتم فلو قيت نشوف الفيديو ده هيوضح لي إزاي العملية دي بتتم فأدي الغريبه شوفه ببساطة بيعتمد إن هو يعمل sticking مع sticking مع part اللي هو هيشتغل عليه فهيجيب بالون حط البالون ويقول لي إيه أهو شوف هنا أول ما يضغط يضغط يروحي sticking material هتعمل 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 على السطح على السطح وين إليه تعالى يرفع هذا ونقله إلى هذا يبدي النوع اللي احنا بنقول عليه اللي هو إيه اللي هو إيه الهسف gripper تعالى نشوف نوع آخر وهو الهوكينج ديفايس إيه الهوكينج ديفايس إيه فكرة الهوكينج 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 يكون بلسط الهوك through a hole in the part and lifting it هو بيعمل الفكرة دي تعالى نشوف الفيديو ده فكرته ظريفة جدا إنه يعايز يعمل الهوكينج للهوكينج من الروبوت فبسرعة بيروح ماسك الهوكينج من هذا الجزء يشوف ههو يروح جاي على هذا الجزء من من الهوك من الجزء الواجز يعمله الهوكينج ويبدأ يحرك هذا الجزء